موسيقى العقوبات البديلة وكيفية الاستفادة منها وفي أي سياق جاءت هذه العقوبات تحدي قانوني اجتماعي وحقوقي نرفع به نقاش اليوم وفهم ما ينتظرنا وتحدي لنا جميعا مرحبا العقوبات ذات الملفع العام التي جاء بها مشروع القانون 43-22 والمتعلق بالعقوبات البديلة حسب ما صرح به وزير العدل السيد عبدالطف وهبي مؤخرا أنها تعطي للمحكوم عليه فرصة للتفكير ومراجعة النفس دون الحرمان من محيطه العائلي وذلك بما يحافظ على التوازن الاجتماعي وتحقيق الاندماج هنا نتساءل بكل روية وهدوء ما هي رهانات هذا المشروع وما هي تحدياته القانونية والاجتماعية والحقوقية لتطارح مختلف المواقف والأراء يشرفوني عن الصديف اليوم الدكتور ياسين أماما أستاذ جامعي زائر محامي بهيئة مدينة تنجة مستشار ورئيس غرفة الجناية محكمة تنجة سابقا مرحبا سيدي مرحبا للتقم التقني ومرحبا لمشاهدينك مرحبا نورتاني كما يسعدني أيضا أن نرحم معنا بالدكتور حسن رحية أستاذ جامعي بكلية الحقوق جامعة سيد محمد عبد الله بفاس وعوض مجلس إدارة منظمة بداء للطفولة والشباب صباح النور ومرحبا سيد صباح النور ومرحبا بك أيضا وأهنيك مرة أخرى على اختيار مواضيع ذات أهمية تلامس القضايا المجتمعية تحية لك والتقم المرافق لك ولكل المشاهدين ومشاهدات مرحبا نورتاني كما يسعدني كثيرا أن أرحم مع الشكر بالفاعل الحقوقي والمدني الأستاذ محمد طيب بوشيبة صباح النور سيدي ومرحبا شكرا جزيلا على الاستضابة مرحبا نورتاني كالعادة أبدأ معكم جثور حسن حول الإطار المفاهيم ولكن يشيرون لأن هناك تقرير قبل أن نبدأ بعد إذنكم وإذن أيضا المشاهدين إليكم هذا التقرير الذي أعدته صفية هيداني مشاهد مشروع قانون متعلق بالعقوبات البديلة يهدف إلى النهوض بمنظومة العدالة بالمغرب هذا النص التشريعي بحسب وزير العدل عبدالطف وهبي يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية للقانون الجنائي المرتبطة بالعقاب أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسترة الجنائية تهم متتبع وتنفيذ العقوبات البديلة ويؤسس هذا القانون لسياسة عقابية ناجعة يقول وزير العدل تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وما تتسبب فيه من اكتظاض داخل المؤسسات السجنية عبر إضافة عقوبة الغرامة اليومية وفتح المجال للمحكوم عليهم بعقوبات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به في إمكانية الاستفادة من جديد من العقوبات البديلة كما يهدف مشروع القانون هذا إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط عبر مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة إضافة إلى المساهمة في الحد من حالات الاكتظاض داخل المؤسسات السجنية شكرا صافية على هذا التقرير وأبدأ معكم أستاذ ودكتور حسن حول الإطار المفاهيمي والقانوني للعقوبات البديلة لأن معطنة فئة المجتمع اليوم ربما سمعت وطلعت على هذا المشروع قانون عبر مختلف وسائل الإعلام على اختلافها حتى الوسائل الرقمية هناك حديث وهناك جدل كبير نقاش عمومي وهو كبير ومفتوح على مصرعي ربما أتسأل معك حول تبسيط المفهوم ماذا يعني بالعقوبات البديلة صراحة موضوع العقوبات البديلة هو موضوع لم يتار اليوم لأول مرة هناك سياق في النقاش العمومي مفتوح منذ مناظر الإفران سنة 2000 ثم هناك الحوار الذي كان حول السياسة الجنائية في سنة 2004 ثم أيضا الحوار الوطني حول إصلاح منظومة لعد ألاف 2012 اليوم نحن أمام مشروع قانون 43-22 الذي جاء بمجموعة من المقتضايات القانونية بمجيباته المقتضايات القانونية سيتم إدخال تعديلات على مستوى القانون الجنائي من الشق الموضوعي ثم على مستوى قانون المصطرة الجنائية في الجانب الشكلي المشريع أتار بشكل واضح المفهوم بشكل مبسط للمفهوم العقوبات البديلة ويقصد بها بطبيعة الحال يعني العقوبات التي تأتي بديلة للعقوبة الأصلية ونوع بطبيعة الحال لأنه أدخل بمجيب تعديل للمشروع القانون 43-22 تعديل لمستوى المدار 14 وأصبح لدينا في القانون الجنائي بأن لدينا عقوبات أصلية وعقوبات بديلة وعقوبات إضافية حينما حدد أنواع هذه العقوبات البديلة صنفها حسب الصيغة الأخيرة لأن هناك محطات من الصيغة طرح بدائل طرح بدائل أولا بهذا سميت العقوبات البديلة طبعا النوع الأول هو كل ما يرتبط بالعمل لأجل منفع العمل نعم النوع الثاني هو المراقبة الإلكترونية النوع الثالث هو تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية والنوع الرابع هو الجانب المرتبط بالغرامة اليومية تماما فبالتالي المشرع نوع هناك في التجارب المقارنة بجموعة من البدائل الأخرى ولكن اليوم نطروح للنقاش بطبيعة الحال كل هذه الأنواع هي التي ستكون في المشروع حسب الصيغة الأخيرة 24 أكتوبر 2023 في كل ما يتعلق بالعقوبات البديلة طبعا من حيث الأنواع ولكن المشرع وضع شروط وضع شروط بطبيعة الحال في كيفية الاستفادة من العقوبات البديلة كيفما كانت تعمل لأجل منفع العماء أو الغرامة اليومية أو غيرها هناك مجموعة من شروط شروط عامة وشروط خاصة أولا أن الشخص المحكوم المستفيد هو الشخص المحكوم في قضايا جنحية اللي لا تتجاوزوا مدة العقوبة لها خمس سنوات نعم ثانيا استثناء المشرع احتفل الجناح استثناء واحدة المجموعة دي الجرائي ماشي لجميع الجرائي المحكوم فيها أولا استثناء الجريمة المرتبطة بالاختلاس أو الغضر أو الرشوة أو التبديد أموال عمومية ثم الجرائم المرتبطة بالأمن الدولة والإرهاب ثم استثناء أيضا الجرائم المرتبطة بالتجارب الأعضاء البشرية التجارب الدولي في وسط المخدرات التجارب المؤترات العقلية وكل ما يتعلق أيضا في التجارب الاعتداء الجنسي على الأطفال يعني استثناء واحدة المجموعة دي الجناح واخد تكون عند شرط دي الخمس سنوات ثم مسألة أخرى أن الشخص لا يكون في حالة عود ضروري أنه لا يكون لأول مرة لأول مرة لأول مرة يمكن يستفد من العقوبة البديلة سنواصل وأعود لك طبعا الحال دكتور حسن في نقاط أخرى ولكن دعني أنتقل لدكتور والمستشار سيد أمامة يعني العقوبة البديلة دعنا نقول في عمق ورش إصلاح لعدالة أستاذ كيف تم ربما هذا الإصلاح وما هي أبعاد هذا الإصلاح رتباطا بالنسيج الاجتماعي أود هنا أن أبحث عن هذا الخيط الرفيع الذي يربط هذا الإصلاح بالنسيج الاجتماعي بالمجتمع بكل فئاته بكل فئات المجتمع أولا يجب النظر إلى العقوبات البديلة على أساس بأنها عقوبات جديدة ستدخل من جديد إلى القانون لم تكن فيها من قبل كانت هناك مجموعة من الوسائل الأخرى والتي لم تأتي أكلها نظرا لحالة الاكتضاء والتي تعزى إلى كثرة الاعتقال أو بطء المحاكمات كعناصر أساسية نعم مشكلة للاعتقال الثانية لكون ساكنة السجنية نفسها هي ساكنة لا تتجاوز لا تتجاوز في أة الشباب عندنا خمسين في البيان الشباب اللي موجودين كساكنة في السجن إذن أتى هذا القانون على أساس بأنه أحد المفاتيح الأساسية لحل هذه الإشكالية الواقعية نعم ولكن يبقى الإشكال هو تقبل هذا القانون هذا القانون حقيقة هو تقدم حقوقي عبر عنه المغرب فيما يتعلق بمختلف القوانين التي قدمها فيما يتعلق نعم بالتقدم بعدد من القوانين الحقوقية ولكن يبقى التطبيق وسيلة أساسية نعم أولاً هذا القانون عندما خرج خرج كأنه خرج بشكل جزئي لأنه في الوقت التي كان فيه ورش إصلاح القانون الجنائي والمصدر الجنائي الأم وهو جزء منهما أكيد وكان من المفروض أن يكون في حلة كاملة معهما المسألة الثانية هي أن المجتمع المغربي قد لا يتقبل مثل هذا النوع من القوانين فالمجتمع المغربي يعتقد بأن العقوبة ثأر وليست رد اجتماعي له نفعية معينة تشفي الغليل يعني تشفي الغليل وليس رد له نفعية معينة على المجتمع صحيح هاته النظرة لدى المواطن المغربي فنحن نسمع لدى المواطن المغربي السيد يضرب السيد وكيدور في الزنقة وهو حر كيدور في الزنقة وممكن نلقاها في وسائل التواصل الاجتماعي ممكن نلقاها في الصحافة وممكن نلقاها بمعنى أنها منتشرة في مختلف القطاعات صحيح منتشرة في مختلف القطاعات وتشكل أغلبية كثيرة مما يعني أننا إذا أردنا تنزيل هذا القانون فعلنا الكثير من المتطلبات أهم هذه المتطلبات هو أن نتفاعل جميعا وأن نقف جميعا حكومة ومؤسسات ومجتمع مدني ومجتمع هذه من أجل تقبل هذا النوع من الأفكار مع إشارة أساسية وهي أن هذا القانون لا يفرد تطبيقه على القاضي بل هو خاضع لسلطة تقديري للقاضي بالقاضي صحيح سأعود لهذه التفاصيل وحتى لا أترك أستاذ طيبوشيبا أستاذ طيبوشيبا يعني منظمات المجتمع المدني كيف استقبلت وتفاعلت مع هذا المشروع ما هو رد فعلها يعني حول هذه الحيثيات القانونية وأبعاد الأبعاد الاجتماعية لهذا المشروع القانوني أن تعتبر هذه الخطوة الإصلاحية الكبرى هي ما جاء في سياق ما يسمى بالحقوق ديال الأفراد وديال المجتمع في نفس الوقت وكتوازن خلق التوازن ما بين حقوق المجتمع وحقوق الأفراد وكذلك أن حيننا تحدثت على هذه العقوبات الباديلة هذه الباديلة فيها نظر فيها لغة كبيرة ولكن ليس مجال الآن نتعمق فيها ولكن كنقول على أن حيننا نتحدث على هذه العقوبات هي جاءت لحل الأزمة حقيقية هي الأزمة الاقتضاد داخل السجون إن هناك إصلاح داخل السجون هذا الإصلاح لا يمكن أن يتحقق ويمكن أننا نحقق ما يسمى بالإدماج وإعادة تأهيل إلا إذا كان نخفو الاقتضاد الحاصل داخل السجون خاصة فيما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي اللي وصلنا إلى 40 ألف يعني تقريبا نصف دي السجونة هو ما في إطار الاعتقال الاحتياطي لتجوز هذه النقطة جاءت هذه البدائل هذه البدائل لتحل هذه الأزمة ونفس الوقت هي من دورنا كمجتمع مدني أنها تنصف حقيقة الجاني ولكن هل فكرنا في الضحية هل تنصف الضحية هناك إشكال يعني واشو وصلنا إلى أرضاء الضحية ربما اليوم هذا هو سؤال مطروح نعم هل هناك اختيار الضحية لهذه البدائل أو ريضات ضحية لهذه البدائل ربما هو الإشكال التي تطرح بعد تطبيق هذه البدائل أرد فعلكم كيف كان تفعلنا كان بين القبور طبعا لأننا نقبل التطور لأنه هو مجال في إطار تنزيل الدستور أكيد يمكن أن ضروري تنزيل الدستور في كل المجالات هو شيء طبيعي ويخصو يكون ولكن كذلك ما يخصوش يكون حال ترقيعي جيد عطفا على ما تفضل به الأسد بوشيبه دكتور حسن يعني ربما الداعي الأساسي كان أو من ربما الدوافع اللي خلات أنه ربما فقهاء القانون يفكروا في هذه العقوبة البديلة هو تفادي الاقتضاد من بين من بين من بين من وجهة نظرك ما هي دواعي ومبررة تبني القانون الجيناء المغربي فكرة العقوبات البديلة جيد ممتاز حينما نناقش بطبيعة الحال هذا الموضوع ولن نستحضر أمر جيد مهم الأمر غير مقتصر على المحكوم عليه لوحده الأمر يهم الدولة بمؤسستها المعنية يهم المجتمع يهم المواطن المخاطب بالقاعدة القانونية إذن هذا الموضوع ذات صلة وثيقة بالمجتمع اليوم يجب دائما المشريع أو المؤسسة التشريعية حينما تريد أن تنتج لنا نصان قانونيا يجب لها أن تدرس دائما الأثر تشريعي للقاعدة على مستوى المجتمع ممتاز أمر جيد مهم اليوم نناقش مشروع القانون العقوبات البديلة وأنا ستحضر معك في إطار النقاش للأستاذ الفضيل اليوم ندرس المجتمع القانوني المجتمع القانوني هناك روابط وتقاطعات تماما هناك تكامل أكثر من ذلك لا يمكن أن نتحدث اليوم عن القانون فقط في إطار مقتضايته أو تفسير نصصه نغيب بطبيعة الحال العلم الاجتماعي ونغيب علم النفس ونغيب باقي علاقته وبباقي العلوم الأخرى اليوم النقاش المفتوح هو أن الأمر يرتبط بالمجتمع يرتبط بالأسرة يرتبط بالمحيط المحكومة عليه فبتالي الجريمة لها كلفة ليس فقط تكلف الجاني أو مرتكب الفعل نتيجة ما اقترفت تجاه المجتمع ولكن المشرع دائما يراقب المصالح المحمية ما هي المصالح المحمية هي مصلحة الفرض ومصلحة المجتمع إذا تبين المشرع أن هذه المصالح المحمية أصبحت تمس فإن المشرع يتدخل لإخراج تلك الأفعال من خانة الإباحة ويدخلها في خانة الجريم وبتالي نضعوا لها جزاءات اليوم أن نناقش إشكالية الجنوح البسيط أو العيجرام البسيط هل العقوبة السريبة للحرية كافية لأن تحقق لنا الهدف المتوخة من العقوبة طبعا لا لأن الحصيلة دراسة علم العقاب نركز على ما يسمى بمبدأ المعاملة التفريدية أو تفريد المعاملة بالنسبة للأشخاص المحكومة عليه وبالتالي اليوم الشخص منك يتعتقل في إطار جنوح بسيط تترك موراه أسرة تترك موراه بالنسبة للمجتمع مسألة ما أتره الزميل فيما يتعلق بالضحية الصيغة الأخيرة للمشروع النص فيما يتعلق بالمشروع القانون تلاربعا وتلاربعين اثنين وعشرين استحضر الجانب المرتبط بالضحية في إطار الصيغة التعديلية الأخيرة لأنه كل نقاش للمجتمع المدني للمؤسسات في إطار المساهمة في النقاش حول المشروع اليوم بطبيعة الحال لدينا الموافقة من طرف بعدما تحيل النيابة العامة المقرر على قادي تطبيق العقوبات قادي تطبيق العقوبات أيضا يوجهه إلى إدارة المؤسسة العقابلية التي أصبحت مسؤولة اليوم كذلك يستحضر أيضا قبول الضحية أو التنازل بالنسبة المحكومة عليه إذا كان طرف الضحية ملزم في الحالة تعويض عن الضرر مثلا في مثل هذه الحالات لابد من الموافقة للضحية ويبين بأن هناك مسؤولية ولكن هناك نقاش هناك نقاش بطبيعة الحال في هذا الموضوع من زوايا مختلفة بطبيعة الحال طيب أسد أمامي ربما ندخل شيئا في المهند السابقة هل إعادة المحكوم عليه داخل محيطه الطبيعي من خلال العقوبات البديلة اليوم قد تعمل على تطور إعادة التربية ديال هذا الجاني أو الجونات وتقويم السلوك ديالهم وترميم الأعطاب النفسية والسيكولوجيا ديال هاد الأشخاص يعني ربما أنا تبيين لي من هذا المشروع هو إعادة تأهيل وإعادة تربية هل فعلا لدينا ضمانات لو طبقنا هذه العقوبات البديلة سنربح هذا الجانب ديال إعادة ترميم ديال الأعطاب ديال هذه الجونات أو المجرمين جيد المشرع أتغيى ذلك هدف المشرع من إخراج هذا القانون نعم هو الهدف الذي ذكرت هو أن يحقق مجموعة من النتائج التي لم يستحق أو لم تحقق العقوبة التقليدية نعم لم تحققها العقوبة التقليدية بمعنى أننا إذا كنا سنحاول إصلاح الشخص داخل المؤسسة السجنية المفروض بأننا نصلحه في فضاء مفتوح أو داخل الأسرة أو داخل المجتمع مجتمع صح لذلك جاء هذا القانون إذن فهدف هذا القانون هو أنه يؤدي إلى نتائج إيجابية بدل نتائج السلبية التي أعطاها لنا تطبيقات القانون الماضي يعني بأنها في فضاء مفتوح أي أن الشخص مثلا بالسوار الإلكتروني متابع وهو يمارس عمله يمارس أو أنه يقوم بمجموعة من الأعمالات أو يؤدي لخزينة الدولة أو يقوم بمجموعة من الأفعال من المفروض لأننا لم نصل إلى مرحلة التطبيق حتى ممكن أن نحصد النتائج أن نحصد النتائج أن نحصد النتائج ولكن غاية المشرع هي هذه هي هذه طرحها جيد أستاذ بوشيباب العقوبات المرتبطة بتناول المخديرات ربما سيذهب معك أطفال القصار والقاصرين اللي هم أقل من 18 سنة ربما كنت تعتبروا على أنهم حالة مرضية وليست إجرامية كيف تقرأ هذا التحليل قرأتكم نعم بالنسبة للنقطة التالتة هي اللي جاءت كتناول الموضوع ديال إعادة تأهيل والإصلاح ديال الجونات بينك وصيد اللي عندهم عقوبة مخفافة خفافة نعم هنا كيتم إصلاحهم يعني هنا لا تحالوا على طبيب نفسي مختص أو على علاج نفسي أو علاجهم خاصة كما قال أستاذ داخل محيطهم طبيعي فهناك تكون نتيجة أبلغ ماذا؟ لأننا نلاحظ حالة العود بالنسبة للقاصرين نعم نعم حالة العود هي متكررة معناها أن السجن بظروفه وصورته الحالية لم يؤدي الإصلاح لكل مطلوب منه أو لا معمول لشأنه من أجل إصلاح هذوق الأطفال أو تنيهم على الجريمة فيما بعد ولكن مدم أن هناك حالة العود معناها أن هناك مشكل مشكل حديد مختصين في أولا في الاقتضاد لأن الاقتضاد لا تتخلق أنك وسيحاسر اشتغلنا داخل السجون في هذا الموضوع لا تتخلق تعمل برامج إصلاحية حقيقية من أجل تأهير الساكنة السجنية سواء منها جانب القاصرين القصر أو تعلق الأمر بالنساء اللي هم في السجن ومع الأطفال لهم الصغار أحيانا أو بالنسبة لفئات الكبار فهنا كنا التي جاءت به المؤسسة السجنية هي مهمة جدا ولكن ما أعطتش الأكل بيقولون لأنه كان الاقتضاد فربما هذا الحل خاصة بسبب القاصرين أقول على أنه إذا تبقت هذا البدائد ممكن أننا نخف ونصلح هذا القاصر خاصة إذا كانت الجرائم مخففة وكانت المدة المحكوم بها مخففة أيضا هناك يمكننا أننا بدلا من السجن أننا ننخيل على مؤسسات أخرى إصلاحية ربما ما تبقى لنا فقط ربما أربع دقائق نحاول نزهب كل عدل هو رهانات المتوقعة دكتور حسان وشوه تحديات الموضوع اليوم للتباح للرصد القانوني والاجتماعي كين وحتى كامل فعلا صراحة اسمحي بخصوص مسألة جدا مهمة قبل النقاش حول الموضوع للتحديات يجد مهمة فيما يتعلق بالتعامل المشرع في تميز في العقوبات البديلة ما بين الأحداث وما بين الرشدة أولا يجب أن نستحضر بأنه فيما يتعلق بتدابير البديلة عن العقوبات السالبة للحرية لم تكن والدة اليوم بمجيبة النص نعم إذا عودنا إلى القانون المصطرة الجنائية قانون 22 سيفة تدلس سنجد بأنه في المدى 473 ينص على أنه لا يمكن إيداع الأحداث الأبريغين من العمر أقل من 12 سنة كيفما كان الطبيعة الفئة الجرمية لا يمكن أيضا في الفقرات الثانية لا يمكن إيداع الأحداث ما بين سن 12 إلى 18 سنة كيفما كان الطبيعة الفئة الجرمية إلا إذا استحال اتخاذ واحد أو أكثر من تدابير هناك الغرمة اليومية اشتارت الموافقة الأب أو الولي أو الوصيع أو النائب الشرعي بصفة عامة اليوم التحديات التي هي مطروحة اليوم في علاقة بالموضوع العقوبات البديلة هي أولا مسألة الرضا لمستوى المجتمع مسألة الثانية هي أنها تتيح فرصة في إطار الخيارات الممكنة المتاحة أمام القضي تتيح الفرصة لدى المحكوم عليه أو تعطيه فرصة الحد الثاني أو الفرصة الثانية بطبيعة الحال ليعاد إلى المجتمع خصوصا أنها تتعامل مع الفئة التي لا يساهم في حالة العود يعني الأشخاص الذين ابتدأوا بطبيعة الحال ثم أيضا هناك بالنسبة للتحديات المطروحة على مستوى المهام التي تتطلب أن يكون له تفرغ وأن يكون له فريق عمل من المساعدين ومساعدات الاجتماعيات هل سيكون بطبيعة الحال العمل مع مراكز المصحبة وإعادة الإدماج على مستوى مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج في إطار المواكبة هل المساعدين ومساعدات الاجتماعية على مستوى المحاكم الأمر يتطل بتحديات على مستوى الممارسة وتنزيل خليني نكون عادلة ثم كذلك الإشراك فيما يتعلق بالنصوص في توزيع الوقت أستاذ وما نحن أمام طورة شريعية هذه أجد ما هي الرهانات المستقبل ما هي التحديات القانونية اليوم بإجاز بالفعل بإجاز في الحقيقة للمفروض بأن نفهمه هي أن ليس هذا القانون هو القانون الجديد الذي يعالج هذا النوع من الإشكاليات نعم يعني إشكالية الاكتباض التي نعاني منها والتي يرجعونها دائما إلى النيابة العامة والاعتقال وإلى بطأسير المحكمة وإلى غير ذلك تمام المهم هناك مجموعة من الحلول السابقة فهناك مثلا إيقاف التنفيذ في العقوبات هناك مثلا لإفراج المشروط هناك مثلا ترشيد سلطة الاعتقال في النيابة العامة هناك مثلا الإسراع في الأحكم هناك مجموعة دائما يأتي هذا القانون ليضيف إلى هاته الكمية ما هو موجود سابق هو أمر جيد أن يأتي هذا القانون بهذا الشكل الذي أتى به وأن يوضح بهذا الشكل الذي أتى به ولكن كل منتوج لا بد أن نجد لديه تقصير عفوة المقطعة سيد بوشي باك أستشرفني نبض وجلس نبض مجتمع أنتم من موقعكم كيف يتحدي الكبير لأمام المجتمع اليوم نعم مثل هذه البرامج التي تفضلوه الآن بنشر الوعي من هذه النحية ومهم جدا وعلى القانوات الأخرى أن تتعامل بنفس المعاملة وبالطبع تحلل الموضوع الذي يقبله الناس والذي تشجيع الفائدة بالنسبة للمجتمع المغربي ومسألة أخيرة هي يجب الإفراج على القانون الجنائي وإصلاحه لأنه مشكلة كبيرة شكرا جزيلا لكم مستد محمد طيب بوشيب على كل هذه الإضاءات شكرا بوصول لكم أيضا دكتور حسن رحية شكرا لك أيضا في تانية شكرا لوسائل الإعلام على ترسيق ثقافة إعداد الإدماج المحكومي عليهم في المجتمع شكرا جزيلا الشكرا بوصول لكم سعادة المشتصار السيد السياسي من أمام شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لفريق العمل شكرا لكم مشاهدين على كرامل متابعة ألقاكم غدا وتحدي جديد مع كامل محبتي اشتركوا في القناة